موسيقى وفي الدراما وفي السنما وفي المسرح الكويتى والله لهم تأثير قوي لما كانوا هنا لنا لهم كل التغذير والاحترام لما كانوا جديد احترام في الكويت وساهموا في كثير أو جل الأعمال الكويتية هم شارقوا فيها وكانوا طبعا كانوا تكلمون في لهجته طبعا بعضهم طبعا لما بيحكم جلوسهم ووجودهم في الكويت بدأوا يجدون اللهجة الكويتية فأصبحوا يعني كويتين فنكت عليهم يعني الناس الان في مارة جناتد حاصة الاختة اسراء التوقيت الان لما يدعونا يدعونا من الكويت ما يدعونا في رودن أو في فلسطين أو شيء كذلك القضايا انا اتذكر لما كنت في فلسطين في نابلس اتذكر بالنجوة لما بديت النجوة احنا في نابلس بس قبل لا اتكلم يعني خلوني اول اكل انا في النابلسية بعدها نتكلم لكن هذا لا يمنع ان احنا يعني جدنا الامور كلها وان شاء الله رح بتلهم حاولوا ان تكون عندكم الدراما والاعمال سواء كان سينمائية بقصص تحكي عن فلسطين بس باسلوب حضاري جميل الراقي من غير تمسكون الدبابات والرشاشات القوة الناعمة كثيرة الكنافة الناعمة كثيرة وجميلة بس تعملوا قوتكم الكنافتكم الناعمة باصول جميلة وراقية حتى يتحلون الناس بهذه القوة 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 النابدة تحياتي